الساعة اثنين نص الليل والناس كلها نايمة وابن الصغير صاحي من احلاها النهومة وعمال يعاية وقول يا ماما انا عايز ايس كريم فدلت حاولة نايم فيه مفيش في فايدة برضو واقول يا رب هروح فين واجب ان انا اجيب له ايس كريم منين دلوقتي وكل المحلات قفلة جات لي بقى فكرة شيطانية عشان اسكته واخليه بطل عيارة كان عندي علبة عصير بالحليب والشوكولاتة بصراحة كنت بدهاله مفيش في فايدة برضو وعمال يعاية ومصمم وممسك على كلمة واحدة عايز ايس كريم عايز ايس كريم قلت لا خلاص ما بيدهاش اعمل بقى الفكرة دي ويا صابي تخبت بصراحة الفكرة ابهرتني زي ما انتم شفتو كده في اول الفيديو جبت بقى علبة الحليب وفضيتها عندي هنا في طاصة او في حلة عندك المهم انحافز على شكل العلبة عشان بعد كده تطلع زي الايس كريم والله العظيم يا جماعة بجد الطريقة هتعجبكم جدا وعزاكم كمان لو اولادكم عا بيحبوا الايس كريم يعملوها في البيت مش هتاخد معاك وقت ولا مجهود فضيت علبة بقى العصير وجبت معلقتين ممسوحين كده من الجيلاتين الجيلاتين النباتي اللي بتجيبين من عند العطار وليوا انا عنز جيلاتين نباتي الحلال هيدهولك على طول وماشاء الله الكمية منه بعشرة جنيه قلبت كويس جدا وبعد كده رفعته على النار انا مش هخليه يغلي ولا حاج يدوب بس الجيلاتين يفك مع العصير وبعد كده باخده على طول مع النار واسيبه يرتح سيكا كده وباخده هنا وبصفيه الخطوة دي اختياري بس انا بصراحة بحب اصفيه لو في اي شوايب او اي حاجة نزلت في الحاجة وانا ما خدتش بالي فانا دايما بحب اصفي الحاجة حتى لو بعمل مهلبية وبحط النشا لازم ادوب النشا في المياه وصفيه ده لزياد التأكيد والضوء يعني الاطمئنان مش هكتر اقل حطيته بقى في كوباية كده عشان اعرف اصبه بهدوى كده في العلبة بتاعتي عايز اقول لكم بقى لو وصلت لحد يهم الفيديو هسيب لكم تطبيق حلو قوي في التعليق مسبت اضغطه عليه وحمله ويشتغل بدون الانترنت ولما ملقتهوش في تعليق هتلقوف البايا عندي خدت بقى فضيت الكمية وصراحة ما كانش عندي اي حاجة يعني اسبت بيها المعلقة الايس كريم او اي معلقة عملت الشوكة كده وحطيته بقى في الفريزر بصوا يا دوب بردت مسكت على طول انا حطيتها في الفريزر عشان خاطر هو مش مبطل عيات لكن انتو لحول انتو مسلا عندي انتو صبروة في التلاجة برضو هتمسك لان الجيلاتين مادة تمسك على طول وغطتوا بقى في المياه الدافية طبعا ما نسيبوش كتير عشان ما يبش معانا وفك تاني لا بصوا يا دوب كده بصوا زي ما انتو شايفين تقليبتين تلاتة كده من هنا ومن هنا هيفك كده من العلبة احنا بس عايزينو يطلع من العلبة بكل سهولة من غير ما انبهدله ولا اي حاجة وعايزيني الشكل زي الشكل انتو شفتوه في اول الفيديو وعملو كده يعني يفك بس من العلبة بصوا اول ما سابق الجوانب بالشكل ده هنطلعها بقى بكل سهولة بجد بجد طحفة ولا طعمها يا بنات بس اهم حاجة العلبة ما تحطش عليها اكتر من المعلقتين جيلاتين والمعلقتين يكونوا ممسوحين يعني ما يقباش ملايين على الاخر ولا حاج عشان طعم الجيلاتين ما يطلعش في طعم العصير بصوا بقى او انتو حابين بقى يعني تدها للعيل كده يا كلها عادي خالص ما فيش فاق اي مشكلة اقول لكم برضى على طريقة حلوة لو انت مثلا عندك اكتر من عين تقدر انت تقطعيها بكل سهولة صراحة ابن الصغار وها بياكل فيها اخوه واخته راح الحمام فبصراحة قلت بقى اطحها هكده وكل واحد ياخد لحتة وروح يكمل ونوم بصوا ما شاء الله انا طبعا كنت بقنامع نفس وانا بصور بس بصراحة النتيجة حلوة جدا وابهرتني يلا بلا وصلتوا حد هنا من الفيديو بالله عليكم بالله عليكم استحليفكم بالله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا بانه باي حاجة تبسطكم ما تنسوش برضو تعملوا متابعة الصفحة واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عائلة الله وحيد